أن أسلحة كيماوية في سوريا هو كلام مضلل وغير مسؤول لأنه لم يعد هناك أي سلاح كيماوي في سوريا منذ أن أعلنت السيدة سيغريت كاغ أمامكم هنا في هذا المجلس في العام 2014 أنه لم يعد هناك أسلحة كيماوية في سوريا واليوم ذكرت السيدة ناكاميتسو في إحاطتها أنها ترحب بتدمير المرافق السبع وعشرين الكاملة في سوريا وأنها ترحب بتوقيع المذكرة الثلاثية التي تسمح لمكتب المشاريع المشتركة أو الخدمات المشاريع باستمرار العمل في سوريا يبدو أن هذا الكلام لم يصل إلى مسامع بعض الزملاء الذين ما زالوا يصروا في هذه القاعة على إجهاد أنفسهم بحثاً عن جودو المفقود منذ عقود في رواية سامويل بيكت العبثية إن لغة التهديد السيد الرئيس لا تفيد في هذا المجلس خاصة عندما تأتي من الرئاسة نحن الدبلوماسيون ومهمتنا هي منع الحروب ومنع التهديد والبحث عن حلول ديبلوماسية للأزمات الدولية هذا هو فهمنا كديبلوماسيين كسفراء مجلس الأمن ليس ساحة للحرب وقد سبق لهذا المجلس أن أخطأ عدة مرات بحق العراق وليبيا وأنا الأوان أن نتعلم من أخطائنا السيد الرئيس منذ أن اطلع وفد بلادي ووفود بلاد أخرى على برنامج أعمال هذا الشهر لمجلس الأمن كانت القناعة والتقييم مشتركين في أن بعض الأعضاء الدائمين قد باتوا ينكرون على هذا المجلس ولايته في صون السلم والأمن الدوليين وباتوا مستعدين للذهاب إلى أقصى الحدود في استغلال مجلس الأمن وأدوات العمل الأممية والدولية لتحقيق مكاسب سياسية تخصهم هم وحدهم فقط وذلك على حساب صون السلم والأمن الدوليين وبالمحصلة فإننا لا نزال نرى أن هناك حكومات دول دائمة دائمة العضوية في هذا المجلس قد تخلت عن مسؤولياتها وباتت أطرافا غير مؤهلة لا سياسيا ولا أخلاقيا ولا قانونيا للدفاع عن السلم والأمن الدوليين وبمعنى أكثر وضوحا أقول إن من يحمي ويغطي على الترسان النووية والبيولوجية والكيموية لإسرائيل ومن يختلق الذرائع الواهية للحفاظ على ترسانته الكيموية ومن دمر العراق بكذبة أسلحة الدمار الشامل كما أن من انسحب من الاتفاق الدولي مع إيران ومن قطع التمويل عن الأنروا وانسحب من اليونسكو ومن يستمر بالضغط على الأمم المتحدة بمسألة التمويل ويهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية أقول إن من يفعل كل ذلك لا يحق له أن يوجه لبلاد سوريا الاتهامات المزورة والكاذبة باستخدام أسلحة كيميائية وخاصة عين يكون سجله التاريخي حافلاً بوقائع مثبتة وليست مفبركة باستخدام السلاح النووي والكيميائي والبيولوجي ضد المدنيين في أنحاء كثيرة من هذا العالم وبالحديث عن الكذب والتلفيق يحضرني دوماً ذلك التقرير الإخباري الهزلي المخجل الذي أعدتهم مراسلة CNN المدعوة أروى ديمون والتي التقت في تركيا مع من أسمتهم ضحايا مزعومين هربوا من هجوم كيميائي في دومة في نيسان 2018 وهو الهجوم المزعوم الذي تذرعت به الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية كما تذكرون في شن عدوانها الثلاثي على سوريا بتاريخ 14 نيسان 2018 وكان ذلك يوم سبت ودعونا لاجتماع خاص في هذا المجلس في ذلك التقرير المصور لمراسلة CNN تضع المراسلة الصحفية رأسها داخل حقيبة مدرسية داخل تركيا على بعد مئات الكيلومترات من مكان الحادث المزعوم في خانشيخون عفوا في دومة وبعد أسبوع من زعم وقوعي بعد أسبوع من وقوع الحادث اتحركت عندها المراسلة هي مراسلة CNN حاسة الشم على بعد مئات الكيلومترات من دومة فشمت الحقيبة المدرسية لطفل داخل تركيا وقالت طبعا دون أن تتأذى شمت الرائحة وما تأذيت وقالت على CNN أنها اشتمت رائحة مواد كيميائية غريبة ومخرشة ستينكي قالت بالإنجليز وذلك في إطار تبرير شن العدوان العسكري على سوريا فانظروا إلى هذا المستوى من الانحدار السياسي والإعلامي أنتم مطلعون جميعا أيها السادة على حقيقة أن سوريا وحلفائها قد خاضوا معارك ضارية وحققوا إنجازات راسخة في الحرب على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والقاعدة وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها وأنتم مقتنعون صراحة وضمنا أننا كنا ولا نزال في غنى عن استخدام سلاح محرم دوليا للقضاء على الإرهاب بل وأنتم تعلمون يقينا أن من خاض هذه الحرب على الإرهاب العالمي بالنيابة عن شعوبكم ودولكم لن يخضع الآن لابتزاز سياسي مخزن ولا لتهديداتهم بالعدوان العسكري المباشر من قبل حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وهي الحكومات التي ارتكبت كل المحرمات في سوريا ابتداء بدعم الإرهاب التكفيري ووصولا إلى إعطاء التعليمات لتنظيم جبهة النصرى الإرهابي ومن يتبع له من جماعات وتنظيمات وفي مقدمتها الخوذ البيضاء لاستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين السوريين بهدف اتهام الحكومة السورية وخلق الذريعة للعدوان العسكري من جديد سيد الرئيس نحن في سوريا نحارب القاعدة فوق تراب أرضنا وليس في واشنطن ونيويورك ولا في لندن وباريس نحن نحارب القاعدة نفسها التي قامت بعدوان إداعش أيلول على مدينة نيويورك نحن نحارب القاعدة التي اعتدت على باريس ولندن وكثير من عواصم الأوروبية كانت مكافأتنا هي أن تتحولوا إلى قوة داعمة للقاعدة ضدنا نحن الذين نحاربها نيابة عنكم وعن شعوبكم اسألوا أنفسكم أيها السادة المؤتمنون على سيادة القانون الدولي وشرعية المثاق ما الذي يدفع سوريا لاستخدام سلاح محرم دوليا لا تملكه أصلا ولا يحقق جدوى عسكرية حقيقية ولا يفعل شيئا سوى منح الذريعة للقوى المعتدية الثلاث لشن عدوان عسكري تلو الآخر علينا ولماذا هذا السلاح الكيميائي عندما يقال أنه استخدم يصيب النساء والأطفال فقط لا يصيب الأرهابيين وكيف ولماذا تملك حكومات الدول المعتدية الثلاث القدرة على التنبؤ مسبقا بمكان وتاريخ ونوع السلاح الكيميائي الذي سيستخدم في سوريا بل ولماذا تتناغم هذه الحكومات مع أرهابي جبهة النصرة والخوذ البيضاء في القدرة العجيبة على التنبؤ بيعرفوا أمتى ومين وكيف والساعة والمكان ولماذا بقي مجلس الأمن ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية عاجزين حتى اليوم عن التعامل مع المعلومات التي قدمتها سوريا في مئة وستة وخمسين رسالة رسمية عبر السنوات الماضية هذه هي هذه مئة وستة وخمسين رسالة أرسلناها لكم ولمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية لا أحد يقرأ لا أحد يريد أن يقرأ ولا أحد يريد أن يتعاون مع الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب ولوقف استخدام الجماعات الإرهابية للسلاح الكيميائي لماذا؟ لأن البعض لا يريد حل المشكلة في سوريا البعض يستسمر في الإرهاب لماذا بقي مجلس الأمن ومنظمة حضر الأسلحة الكيميائية عاجزين حتى اليوم عن التعامل مع المعلومات التي قدمتها سوريا في 156 رسالة رسمية عبر السنوات الماضية بخصوص وصول المواد الكيميائية السامة إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا وتخزينها وتجهيزها واستخدامها ضد المدنيين بقصد اتهام الجيش السوري هذه أسئلة مطروحة على عنايتكم وحكمتكم الأسئلة كثيرة أيها الزملاء والإجابات معروفة وأقول لكم احتراما للوقت وثقة بقدرتكم على المحاكمة أن هذه الحكومات الثلاث قد فشلت خلال السنوات الثمانية الماضية بتحقيق ما أرادته في سوريا عبر دعم الأرهاب ولذلك باتت اليوم حكومات هذه الدول الثلاث واضحة ومباشرة فهي تمارس العدوان العسكري المباشر على بلادي وتنشر قوات عسكرية بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضي بلادي وهي ستعيق تقدم العملية السياسية في جونيف وأستانا وسوتشي وستحاول منع القضاء على بقايا الإرهاب في إدلب وغيرها وستستمر في فرض الحصار الاقتصادي الخانق على الشعب السوري وستعمل على عرقلة تمويل عملية إعادة الأعمار والتعافي في سوريا وعلى منع عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى ديارهم ليعيشوا بكرامة وأمن وسلام أشدد السيد الرئيس على حقيقة أنه مع تدمير الموقعين الأخيرين الذين أشارت لهما السيدانة كاميتسو ومع قيام بعثه من منظمة حضر الأسلحة الكيميائية بالتحقق من تدمير وترحيل الركام من هذين الموقعين تكون الجمهورية العربية السورية قد أوفت بكامل التزاماتها بتدمير كافة المواقع الخاصة بإنتاج الأسلحة الكيموية ختاما تؤكد حكومة بلادي أنها قد وجهت يوم أول أمس رسالة رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن تتضمن معلومات دقيقة وعالية مصداقية حول تحضيرات المجموعات الأرهابية المسلحة في إدلب وريفي اللاذقية وحلب لاستخدام المواد الكيميائية السامة ضد المدنيين وعلى نطاق واسع بهدف عرقلة العملية العسكرية ضد الإرهاب في تلك المناطق في الختام السيد الرئيس أقول إنه من الفاضح جدا ومن المؤسف جدا أن البعض من ممثلي الدول الدائمة اليوم ومنهم الرئاسة قد خلط بين موضوع جلسة اليوم وبين موضوع جلسة الغد شكرا لسيد الرئيس شكرا لسيد الرئيس شكرا لسيد الرئيس اشتركوا في القناة